تحت الفقر وتحت الجوع موجوع هذا الشعب الخاسر لكل خطوط العيش تائه مصيره حائر بما يصير وعلى ماذا يسير فخطوط الفقر وألوانه باتت تغرق أحد عشر مليون عراقي في قائمة محدثة جديدة من قوائم الصدمات تحذير أطلقته وزارة العمل والشون الاجتماعي بارتفاع ظاهرة العنف الأسري نتيجة كارثة الفقر المرتفعة كارثة حقيقية تطفو على سطح التناقضي تظهر واضحة في تقرير دولية تؤكد تحقيق العراق لوفرة مالية ونمو متفوق على دول خليجية لكونه الأسرع نموا في سوق النفط العالمي وسط زيادة حدة التنافس بين المنتجين للاحتفاظ بحصتهم في السوق ليس هذا فحسب بل إن الحكومة تتحدثت عن سياسات مالية قالت إنها ستغير الواقع الاقتصادي وستدفع الانتعاش خزانة العراق في 2022 بما يقارب 90 مليار دولار وستدعم بدورها الدنار العراقي لكن المقارنة بين أمل حكومية بتحسين الواقع المعيشي ترتطم بعثرة ارتفاع البطالة ونسب الفقر والترهل الإدارية لسن الحكومة هذا يقول إنها ستحسن من توفير الخدمات للعراقيين وتحسين ظروف معيشتهم ما يلزم بحسب جهات عدة إلى ضرورة تطبيق حلول عملية على الأرض تنقذ على الفور العوائل العراقية سيم الفاقد منها لمسكن أو عمل وغذاء حقائق تؤكدها وزارتات تخطيط والعمل والشون الاجتماعية وغياب واضح لفرص الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية لألاف الخرجين جميعها أسباب يؤكدها اقتصاديون لارتفاع أكبر في ظاهرة الفقر الذي يعيش أهله في أكثر بلاد العالم تصديرا للنفطة موسيقى